اثنية صباحا الثانية عشرة بتوقيت جرينتش موجز نخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع نشاط مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على نحو شامل ومتكامل الأركان وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني من أجل متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتة الجديدة لاستصلاح إجمالي مساحة مليوني ومئتي ألف فدان ووجه الرئيس السيسي أيضا بتركيز مشروع مستقبل مصر على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد وكذلك إنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج كلف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بسرعة إطلاق الحملة الإعلامية للإعلان عن المشروع القومي لتنمية الأسرة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور هالة سعيد أن الخطط التنفيذية للمشروع تتضمن عدة محاور وهي التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي وأيضا التدخل الثقافي والتعوي والتعليمي وكذلك محور التحول الرقمي والتدخل التشريعي كما أكدت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ المشروع القومي خلال العام الأول بمحافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة بالوجهين القبلي والبحري شارك وزير الخارجية سامح شكري عبر تقنية اجتماعات الفيديو في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنصيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني والذي تترأسه النرويج وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن كلمة مصر تضمنت الأعراب عن التقدير والدعم المتواصل للجنة تنصيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني كما تم تأكيد أهمية العمل على بلورة تصور متكامل لتلبية الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات إعادة إعمار قطاع غزة والتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وأضاف حافظ أن الكلمة تطرقت إلى جهود مصر ومساعيها لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في فلسطين وكذلك إعادة إعمار قطاع غزة في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي في هذا الشأن أعيد انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للفترة من عام 2021 وحتى 2025 وذلك عقب حصولها على 130 صوتاً خلال الانتخابات التي عقدت في إطار المؤتمر العام للمنظمة وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لفترات متتالية يمثل اعترافاً دولياً بدور مصر الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص أعلنت وزارة الصحة في بيانها اليومي عن تسجيل 960 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها معملياً بفيروس كورونا ووفاة 71 حالة جديدة إضافة إلى خروج 654 متعافياً من المستشفيات وذكرت الوزارة أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 346 808 حالات من ضمنهم 289 533 حالة تم شفاؤها و19707 حالات وفاة أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أسماء المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسة الليبية وبحسب المفوضية بلغ عدد المتقدمين للانتخابات الرئاسية 15 مرشحاً بعد تقديم 5 مرشحين جدد طلبات الترشح أمس يذكر أن الانتخابات الرئاسية الليبية ستجرى في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم استمر تضفق الحمم من بركان جزيرة لابالما الإسبانية وأظهرت لقطات انبعاث الحمم من البركان والذي طار في التاسع عشر من سبتمبر الماضي وذكرت وسائل الإخبارية محلية أن رجلاً يبلغ من العمر 72 عاماً توفى في منزل يقع بمنطقة الخطر أو الحذر حيث يعد هذا الرجل أول ضحية لثوران البركان وقال علماء إن الثوران البركاني قد يستمر لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز ولكن للمزيد من الأخبار يمكنكم دوماً متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت كما يمكنكم متابعتنا دوماً من خلال حسابتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب شكراً لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء